بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواج جدا مشيوات ام شمس كنتم بنا تكونوا في احسن احوال انتم تشاهدوا فيديو اليوم اليوم ان شاء الله سنحضر معكم صفة بطريقة سريعة جدا دغية كتوجد بتفويرها واحدة ستوجد صفة ديالك وطيبة وحبة على اختها ما تتعجنش سنحضر معكم كذلك الحشوة أو دغمرة ديال الجاج يعني سفلي اقتصاد يغيب نصف جيجة غادي تحصل على طبق لتحطي بوجهك حمر تلت ديف ديالك فدائما نبقى معي الاخرنا بيجي بشوف جميع التفاصيل المر مباشرة للمكونات طريقة تحت فاول حاجة كنا ناخده الجيج ديالنا اللي كان كنه وغسل نام طبعية الحال من قبل ومن الشف انا عندي نصف جيجة كما كنتشوفو رهها غي صغيرة وغتشوفوك حسك نتخرج تبارك الله الخير والباركة فكان حكا لها هاد الدجاج لاتت درسات توما لانا عندي درسات صغار كانو كبار عملو زوج كان نضيف معلقة صغيرة ديال السمن كاعدة واحد للدازوين للدجاج وكان نضيف المعدنوس فااللا كان تكون المعدنوس فاعملو مربط من الاحسن انا ما كانش عندي كان عندي هذا اللي مقطع يعني من قبل فعملت معلقة صغيرة هاكملو اما غديش نكتروا انو كاعدة لدى اكتر وكذلك مش ما تزرقش لي المريقة نضيف كاعدة بشوية الملح قليل من البزار لمسط وضع سكين جبير ونضيف كاعدة الخرقوم وغازي نضيف ضويمة ذيال الزعفران طوان نضيفه غين سيس ونضيف حين معي قاعدر له بسي بنصدة مقطع لا اضيف المكونات كاملة اضيف الماء تبليه بلحمة الماء لا تبليه بالزيت يجعل الماء اضيف الماء اضيف الماء اضيف الماء و اضيف الماء قامت بتبczywiście اضيف الماء اضيف الماء اضيف الماء اضيف الماء نضيح الماء اضيف الماء في اعد lifts تبليض تكون رقماً هذه. يعني شعرها رقيقة وكتكون صفراء بحال هذه الشكل هذا. فمنين ما تحصلش عليها قلت علاش إلا نوريكم نفس الطريقة اللي كنعمل وبهات الصفا هذه وكتجي ناجحة. مش تعرفوا أن الطريقة فقط هي اللي خاصكم بتتبعوه. كان ناخدوا الكمية الصفا اللي بغيته يعني على حسب أفراد الأسرة دي لكم ولا الضيافين. كان ناخدوا على هذا الشكل هذا. كان عملها في قصرية أو لا في بانيو يكون واسع. وكان نضيف عليها الزيت النباتي. فهنا فهذه الأثناء كان نبسسها مزيان ولكن بلا ما نورك عليها هيته رسدوك الشعيرات. رباش ما خليتوك شعيرتها كطويلين كتجي صفاء راقية وكتجي زوينة في المنظر ديالها فاش كان نحطوها. المهم كان نبسسها مزيان بالزيت يعني كده نشوفها أنها تلبسات مزيان بالزيت النباتي مباشرة كان عملها هكا في الكسكاس ديالنا على هات الشكل هذا كان بتاكلها في الأول. وكان عملها هكا في الكسكاس. بنسبة للقدرة راح نعمل فيها راحو سخون فكنزلاها ككل لها في الكسكاس كما نحطوه معايا. وغاتشوفوا معايا أنني هنا نحطها في القدرة هام والما ديالها طايب سخون. هادي نحطها فوق منو. وغادي نعملها فوق النار وكان خليها تبخر مزيان. يعني ماشي تبخر لكم عشرة دقائق تقولي صافي سفره واجدأ اللا. أنا راح نخليها حتى ثلاثين دقيقة او اكتر. حتى كي يبنوا يدوك الشعيرات فس فوق فو يعني ولو تيشوفوا الفوق. هاد لأتنا اعلامة كتبخر لنا السفة ديالنا. فاكنا نرجع للدجاج شوفوا راني نقص عليه العافية كما قلت لكم ما كنضيف عليه لان ما لاتشي حاجة. هاديك البصيلة اللي بقينا نقصي النار كتلق الماء وحتى الدجاج دهو كيتلق الماء. يعني فاقدك شوية الماء اللي كنعمل مع الدغميرة هو اللي كنعمل. وكان غطي عليه على هات الشكل فهنا في الاول كنت مجهداش شوية لنا. حتى هاكا قلبته. عاد غطيت وانقصت لنار شوفوش حال تلق دهو ديال ما. فهاكا كنخليه كيتلق بشوي بشوي ده كلمة ديالو. كنت لكم مؤطال بصيلة تطلقها. وكان نبقا هاكا كنراقبه فقط. ما كنزيد عليها ملد تشي حاجة ده. معانا كذلك السفة كما كتشوفوها ها هي بقات كتبخر صفة ديالنا حتى وقفات. هنا مباشرة. كناخدو منين بعد ما كتتبخر لنا صفة ديالنا دي 30 دقيقة او اكتر. كناخدها مباشرة. وكان عملها. كنقلبها في ده كلمة اللي كانت تحت منها. يعني ما خصوا يكون كتير. صفي ولكن هنا حضيوا عافكم. المنين تبيوا تقلبوا في صفة ده كلمة. نقصوا العافية. انا غتشوفوا معي فوسط هاد الفيديو. يعني ربين اللي يحفظني صراحة. لان مولفة دائما كنعملت طريقة. ولكن نسيت ما قصت النار. فالحمدو الله على لطف الله. يعني انا كان نقول لكم اخواتي نقصوا العافية عاد عملوا ديك صفة قلبها كلها في ده كلمة. ووقفو احدها ما تحيدوش من احدها. كان بقى وقفها انتم كان بقى وقف احدها. كان حرك فيها. كان حسب من واحدة لثلاثين. فما كان كان مكان مكان ما كان كي كان نقول لكم ما ما كان زيتش. كان حسب من واحدة لثلاثين وانا كان حرك فيها. حتى كتباليها هكا شوفوا كتباليكم صفة دوك الشعيرات بحلد بالو. يعني بحلدنا ليهم دوك السبعات ديال تفورات اللي كانو تيديرو يعني اش دوتنا الله يرحمهم فهذا النهار هاد. يعني بطريقة بسيطة. مباشرة هنا مني كتدوز ديك ثلاثين او لا تنحسب ديك ثلاثين او ثلاثين تانية. كان ناخدها هكا هي هكا سخونة. كان قلبها في الكسكاس هانتوما. كان نصفيها مزيان من ذاك الماء. ما كان خلاله ترتاح لولو. غي كان نصفيها من اللي ما كان قلبها تانية في القصرية شوفوا معايا. طريقة بسيطة يعني صفة مبقيتش غاد اخذي نهار كاملو انتي كتتتفوج جدي في صفة ديالك. مباشرة كان عملها هكا في القصرية غي كان الاناء اللي هاتعملو فيه يكون هكا كبير او لو واسع. باش كتت تفتحوها بكل ارياحية من احسن ما يكونش بانيو. سافي. حالة الشكل هذا. كان نفتحها مزيان هكا بهاد الادات هادي اللي كتشوفو دياللي بات. فرها كتساعد بزاف. ولما كيناش دلو فرشيطة تكون كبيرة. من نفس الطريقة. كان بدا نحلا غير هكا. ليبنت لي هكا مشدودة. كان فتحها بيديا مزيان. بل لكم ان هاديك هاديك صفة ديالكم مبقاش فيها ابدا. انا كان عملوها في ذاك الماء. كتلق ذاك الزيت اللي عملنا فيها كيبقى في الماء. يعني بل لكم انا دلو فيها شوية زيت ما كين حتى شي اشكال. انا هنا تنضيف عليها فادي المرحلة. بعد ما كنفتحها كنضيف عليها شوية ديال الملحة. لانا ما عملش الملحة ابدا في الاول. وكنضيف الزبدة. هنا تكون زبدة حيوانية. باش كتعطي لده زوينة. وتيكون نسبة الدهون فيها كتيرة. الي كنتو غات عملو غير زدات البواطة او للا مغغغين. فمن الاحسن عملو غير زيت نباتي. صراحة لانا المدق ديالها كيتغير وما كتجيش زوينة. هادي كنصيحة فقط. انا كناخد هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. كنحاول نفتتها هكا فوسط منها. وانا كنفتح في صفة يعني بنفس الطريقة. وانا كنفتح هكا نحلها را كنت تفتح يعني بكل سهولة فقط تبعي معي غير طريقة. ثلاثين تانية يعني حسبي من واحدة ثلاثين ما تفوتها هاش في المسخون. او اه جربي طريقة وردانية. ما بقيتش غادي تبقي وقفة ثلاثة تفويرات يعني باش توجدي صفة ديالك لابدا. انتو ما انتو ما غادي داب القتام جمعة شوفوا كيبرا نحلها. بكل سهولة. يعني وقفة وخاص خونة صبر اشي شوية كنتي مبتدئة فراح بحال هاد الامور اللي كتخليك تزعمي وكتخليك تديري بدي وخايب ثلاث مئة غميةين غرام ديال السفة. او لا غميةين غرام ديال السفة. راكت اعطيت بيصير صغير. يعني راها بحكة باش تتعودي. سافي هناك المشتوم بعد ما كنفتح السفة مزيان ويسخونة. علاج كتكون كنفتحها ويسخونة. لانا مبعد ما كنكمل على هاد الشكل هذا. كنغطيها بشي فون لمندي اللي كيكون نقي ديال المطبخ خاص بالمطبخ. كنغطي على هاد الشكل هادا. وكنعمل بلاستي كذلك ديال المطبخ هاكة كنغطيها باش اردك الصهد ديالها كي يرجع عليها. يعني كتكمل طيبها في الصهد ديالها. كنغطيها مزيان على هاد الشكل هادا. وكنخليها ترتاح. يعني متل اجين عندك ضياف هايا واجدة. كيدخلو الضياف كناخدها كنسخنها. او كنكمل الوصفة ديالي راني مرتاحة. نصوبها حتى ليلة قبل. نصوبها حتى صبح بكري. ما كان حتى شي اشكل. بقاتلها تفويرها ديال السخونية. وها هي وجدة. يعني ضروري. منصبا اللي كتلكم حضي اخواتي. شوفو هنا. كنت بغيت نعمل صفة وما نقصتش العافيارة. الحمد لله. رادك لما كله طار عليها. والحمد لله رب يلطف. اللهم لك الحمد. هاتش لاش حضرتكم اخواتي نقصو العافية على الماء. باش تحديك الزيت تيخلي الماء يطير. هنا من بعد ما طاب لي دجاج. شوفو معايا. من بعد ما طاب الدجاج. فكن ناخدو. كنضيف عليه واحد شوية ديال مسيكة حرة. يعني طريقات مسيكة حرة. وهنا عاد كنضيف شوية القرفة. ممكن تضيفوا عواد القرفة من الاول. انا كنبها هكا ديك الدغميرة. تجي هكا في ديك اللي ونقهيوي. تيجي فسط من فسط من السفك يجي بينه كيجي لديد. سافي. هنا شوفوا الدجاج ديالنا تقولوا دخلتوا الفران. انا خليتوا على جهة واحدة تتحمر ولا غزال كيجي مع لك. كي قلت لكم بها الطريقة را غادي تقول لي ومحترفة في صفة. مستحيل بقيش صفة تحتاج لكم. فقط صفة تكون نوعية ممتازة تكون يعني مزيانة. و تكون صفة كما اشتوا معايا. ما تيهم شوخة تكون غلضة كما اشتوا معايا. فاتش اللي اللي لقيت يعني احتار في الاسواق اللي قلبت على ديكتا يعيت. ما لقيتهاش. سافي ولي تخديت معايا بعد ما طبت جاج فزولتو. حي يدوم ذاك المرق. ومن بعد كنضيف معلقة صغيرة ديال العسل. الى كان حر مزيان. ما كانش العسل ممكن نضيفه غير معلقة ديال سانيدة. ماشي اشكال. سافي كننضيفها وكننخليها ديكتا تعسل. يعني ما كان صراحا ما كتعجبنيش صفة لي فيها المرقة. بصراحة. هنا كنخلي ديكتا مرقة التعسل. وعلى هاد الشكل كنرجع كنلقاء صفة ديالنا بعد ما كنفتو معايا غطينا عليها. اه وخليناها على هاد الشكل هذا يعني ذاك الصغد ديالها كيرجع عليها شوف كيف كيف كتولي. كتجي غزالة بزاف حب على اختها ما معجنا متشي حاجة تديك الزبدة تتشربها كاملة. فاش كننقربوها كولا كنبغيو ان نقدموها كنعودو تاني ناخدوها. وكنعودو نعملوها كنفوروها او لا كنسخنوها. هنا في هاد المرحلة كنخليوها كنخليوها غطي تطلع فيها ديكتا. الفورة هكا كي بلنا ديكتا العجاجة كي كنقولو. طلعات ديال البخار. صافي كنزولوها. بالنسبة للتجاج جينا بعد ما زونا خليتو يرتح شي شوية. هكا يزول منو ديكتا سخنية بزاف باشا نقطعوها. باشا نقدروها كأنا نفتتو. صافيو كنقطعوها هكا طريفات من الاحسن ما يكونوش طريفات صغار بلا قياس. باش كي بقابين هكا فسط من من سفا هكا طريفات ديال البخار. كي ما كتليكم ان كان هكا 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 اسرة صغيرة. راه كافية يعني وخا يكون هكا يطريف واحد يسدير ديكتجج. راه كي يجي كافي وفي وكي يجي دي دا بلا قياس. هانتو ما شوفوا معايا فكنفتتها بهذا الشكل هذا. بعد ما كنفتتها الجاج كولو يعني كيولي طريفات كله كنزول العظيمات كنزول الجليدة وقاعدك الخيوط وكل شي. كنجيب هذك الجاج هكا هبيرة. وكنعملها مباشرة على اه ذاك المريقة اللي تعسلات ديالنا بس كي يجي دي تشرب لنا هذيك المريقة على هذي الشكل هذي يعني كتولي دغميرا كي يكنقولو معسلة معلكة غزالة. وهنا مباشرة كي ما كتلكم بعد ما كتفور لنا صفة الفورة الاخرانية او لهذا الفورة اللي سخنها فيها شوفو يعني إذا اشتها او للاحظت درتيها وقدمت ديال ضيوف كل العائلتك. مستحيل يقولك هذي رافيها فورة وحدة. هذي رافيها فورة وحدة مستحيل يتيقوك يعني لأنها ناجحة كي ما كتلكم هذي انا راه صفة غليظة يعني ماشي ديك صفة صراحة اللي كتعجبني ولكن راه نفس طريقة مع نفس يعني اللي عملت معاكم. ان شاء الله هالله تجيك تقول لي من اسهل ما يكون عندك هي انك تتحضري صفة MURいい فكانتمنى ان شاء الله ان هذي النصائح هذي كامن لي اذكرت لكم في فيديو انفعوكم ولو بالقليل. كان شكركم دائما على حسن متابعة حبيباتي لغطيكم وان شاء الله ربي تجربوا صفة وكذلك ارجعوا عندي في التعليق دائما نقول لي كيف اجتكم. بالنسبة للحطة اللي كنحطو هكا كنا عملو واحد الكيمية ديال السفا من التحت كيب قد تقديم يعني حاجة اللي على حساب كل سيدة. انا هادي نقدم. هاي تقديم لي هو تقليدي. اه ندلو شوية السفا من التحت كن نحطو الدغمير. اشوفو كي كتكون لي معسلة وكتجي معلكة ولون ديالها اللي شافي يقولكها محمرة ولا ما عادش نوفيها. وهي كما ماشتوا معي طيبناها بأسهل طريقة وما ما عملناش فيها الماء. كنا عمل فقم داك الدجاج شوية ديال اللوز مهرمش محمر كيعطاه واحد للتزوينة. إلا كان حتى عندكم اللوز كراميلي زي يعني فيه الكاغاميل كاتهو كتهرمشو كتعملوه. ومن بعد كان نخطي هات السفا ديالنا او لا السفا المدفونة. يمكن نقول لها بهذا الشكل هذا. الناس اللي كتبغي المريقة هكا في السفا را ممكن انكم تخليوا واحد شوية المريقة تاخدوها قبل ما تضيفوا الدجاج باش هكا تسقيوا السفا اللي كيبغيها كمسقية. فبالنسبة لي كما قلت لكم انا كنبغيها هكا تكون ناشفة ووقفة وذلك تاليكا كتجي يا هاتيك. سافي غادي نقببها هكا على هات الشكل هذا. وكانوا ننزينوها بطريقة المعتادة المغربية يعني سكار كلاسي والقريفة واللوز اللي كان متوفر حتى البيض المسلوق هكا كنزينو به يعني كنزيني بالحاجة اللي متوفرة بالنسبة لي انا هنا اللوز را نيغيم حمراه بالقشرة ديالو بعد ما مسحتوه مزيان بطبيعة الحال من الغبرة نمسحوه بزيف اللي هو كيكون نادي يعني فيه قليل من الماء حتى كنمسحوه مزيان وكنحمروه في الفران حتى كيدخلوه التحمر دائما اللوز ما يغرر كومش يعني كيباليكم والله دهبي كتفو عليه لانه كيبقى سخون وكيزيد ما زالي تحمر في السخون يلي كيشدو الحبات ديالو اللوز من بعد فكان هرمشهم بهات الشكل كيمجتمعي وكنزين بهم غازين كذلك بقريفة على شكل وريضة بهات الشكل هذا يعني تزين لي وساهل وبسيط وحتى لحطيتها في النهار الكبير را كيبا نغزال فكنعرفوا بزاف منا يعني ممكن أنه التهدس فكتكون يعني من الأطباق اللي هكا كنعرفوا ممكن كي الناس اللي كيعطيتموا هي اللولا كي الناس اللي كي وخروها فكتبقى على حكيمكتلكم على حساب الرغبة وهنتم ما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كي يجي فانقدمها ليكم على هاتي الشكل هذا كنتم من شاء الله هنها تعجبكم يعني كون ما تبخلوش عليا بتشجاعتكم تعليقكم الرائعة ولايكاتكم للفيديو أكيد يعجبكم وكنتوا أول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم بالاشتراك وتفعيل جرس باش دائما تبسطوا بالجديد ديال القناة ومقالينا إلا نقول لكم شكرا لحسن المتابعة ولا تجاعتكم لنخطيكم كانت معكم أم شمس وما توفيقيا إلا بالله عليه توكد وإليه أنيب